بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الوحدة العاشرة المعاجم اللغوية الدرس الأول البحث في المعجم العربي إذا أريد الكشف عن كلمة أو معنى كلمة في معجم من معاجم اللغة أو قاموس من قواميسها فإنه يتبع ما يلي هناك خطوات لا بد من تتبعها أولا الرجوع بالكلمة إلى حروفها الأصلية وهذا أمر عام في المعاجم أو القواميس كلها فتجرد الكلمة من الحروف الزائدة وتعود الكلمة إلى أصلها إذا كانت معتلة بمعنى أن حروف العلة قد تنقلب إلى بعض فإذا كان الألف مثلا منقلبا عن و لا بد أن تعود إلى و وهكذا أيضا يرد الجمع إلى المفرد حتى أصل للحروف الأصلية أو الجدر الأصلي الذي تكولت من هذه المادة والمكون غالبا من حروف ثلاثة الخطوة الثانية تبدأ بحسب نوع المعجم الذي أبحث عن الكلمة فيه فإن كان المعجم أو القاموس من معاجم التقليبات الصوتية التي ذكرنا سابقا ورائدها الخليل بن أحمد فإننا نبحث عنها في باب أبعد الحروف مخرجا كما قلنا ويبدأ بالعين في أقصى الحلق مع ملاحظة أن الخليل يسمي كل باب من أبواب معجمه كتابا في يسمي كتاب العين كتاب الها كتاب الخا ويقصد بالكتاب أي الباب مثال ذلك كلمة علماء نقول مفردها عالم حروفها الأصلية جدرها الثلاثي يصل أو يمكن أن يقف على ثلاثة حروف العين واللام والميم كذلك كلمة استعلام طبعا أين أبحث عنها العين واللام والميم أبحث عنها في كتاب العين في تحت حرف العين لأنه أقصى هذه الحروف مخرجا أيضا كلمة استعمال حروفها الأصلية العين واللام والميم استعلام شوف علماء واستعلام تعود إلى أصل واحد يبحث عنها أيضا في باب العين كلمة قال حروفها الأصلية قاف واو لاحظ معي أن الألف هنا الألف هنا انقلبت إلى واو لأنها هو الأصل هذه الألف أصلة منقلبة عن واو فعادت إلى أصلها نبحث عنها في أي باب نبحث عنها في باب القاف أو في كتاب القاف عند الخليل بن أحمد لأن القاف يسبق الواو ويسبق اللام في المخرج أما إذا كان المعجم أو القاموس بالمعاجم القافية القافية هي المعاجم التي تهتم بعد إرجاع الكلمة إلى أصولها الثلاثية تهتم بالحرف الأخير الحرف الأخير يسمى باب والحرف الأول يسمى فصل مثل الصحاح أو لسان العرب أو قاموس المحيط وبعد تجريد الكلمة من زوائدها وإرجاع الكلمة إلى أصلها والجمع إلى مفرده كما عملنا في الخطوة رقم واحد التي مرت معنا فإننا نبحث عنها في باب الحرف الأخير منها وفصل الحرف الأول مع ملاحظة الترتيب الهجائي للحروف التي بين الحرف الأول والحرف الأخير فكلمة مكتبة مثلا حروفها الأصلية كاف تاء باء يبحث عنها في باب الباء في فصل الكاف مع مراعاة التاء إذن فهي مكتبة توجد في بداية هذا الفصل في بداية الفصل لأنها قريبة التاء قريبا من الباء وهي متأخرة في الترتيب طبعا هي تأتي بعد كأبة لأن الهمزة قبل التاء ومتقدمة على كثبة لأن الثاء قبل الباء أو بعد التاء له كتبة وكذلك كذبة وكربة إلى آخره أما إذا كان المعجم أو القاموس من معاجم الهجاء العادية المعاجم الهجائية التي تهتم بالحرف الأول والثاني والثالث فإنه يراعى بعد تدريد الكلمة من زوايدها ويرجاع الكلمة إلى أصلها والجمع إلى مفرده كما هو معمول به في الخطوة الأولى نراعي الحرف الأول والثاني والثالث إن كانت الكلمة الثلاثية الأصول والرابع إن كانت الكلمة ربعية الأصول والخامس إن كانت الكلمة خماسية الأصول فكلمة استعلام على سبيل المثال التي مرت معنا حروفها الأصلية عين لام ميم يبحث عنها في باب العين مع مراعاة الحروف الأصلية الباقية باب العين ثم أتجه إلى عين لام ثم في العين لام أتجه إلى الميم وكلمة كتاتيب مادتها مثلا هي مأخذها من الكتابة فمادتها كاف تا با يبحث عنها في حرف الكاف ثم يبحث في حرف الكاف مع التا ثم في أول الكاف مع التا نلتمش هذه الكلمة عند حرف البا هذه الطرق التي ينبغي أن تراعى عند البحث عن الكلمة في المعجم نأخذ نبدة عن المعاجم في درس قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته